شنين عمره سوى داعش العكومة شت شنين وقتعه وراتبه وقفه حالة من آلاف الحالات التي تجثب على صدور ذوي الشهداء بالتزامن مع ذكرى مجزرة الخسفة التي راح ضحيتها المئات من أبناء الموصل عائلات فجعت حينها بفلذات أكبادها وتفجع اليوم أيضا بعرقلة إنجاز معاملات الشهداء رغم حدوث الفاجعة منذ ست سنوات وما زاد الطين بلة تشابه الأسماء حتى مع الأطفال دخل داعش سنة ونص وصار هو موالده شقد شقد الموالد ماله وصار داعش جابه حكومة قطعه وراتبه وقال التقرير الطبي ماله 75% سنة العجز ماله وعنده شظاية حتى ما يقدر يمشي نص آدم تسويف وتأجيل وتأخير هكذا تمضي الأيام على ذوي الشهداء في رحلة البحث عن حقوق أبنائهم التي يبدو أنها صعبة المنال للغاية الأهالي هنا صبوا جام غضبهم على الحكومة المحلية في عدم اكتراثها لمعاناة المواطنين في استحصال تلك الحقوق الضائعة رغم انقضاء سنوات على تواريخ الشهادة والله مشاكلنا ما الضحايا الأرهاب مشاكلنا كل المشاكل بيها قطعه راضي ما انطوا لحد الآن منحة خمس ملايين ما انطوا الخمس ملايين أبسط شيء ما انطوها الرواتب لحد الآن من 2015 لحد الآن شهيد معامل الشهيد ما كملت بين مرارة فقد الأحبة وهم المراجعات الحكومية يبقى ذوي الشهداء يعانون الأمرين أملا في استحصال حقوق أبنائهم الشهداء وسط دعوات اللجهات المعنية بضرورة الإسراع في إنجازها دون روتين الحكومة القاتل